اجتمع وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان لحمود الصباح اليوم مع الممثل الإقليمي للمفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي عمران رضا ومدير شعبة العلاقات الخارجية في المفاوضية السامية لشؤون اللاجئين دانييل أندريز وقد تم خلال اجتماع الإشادة بدور الكويت الإنساني في مجال مساعدة اللاجئين والتذكير بالمواقف الجليلة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد ولدولة الكويت خاصة لمساعدة اللاجئين السوريين واستضافة دولة الكويت لمؤتمرين للمانحين للشعب السوري الشقيق